أعلنت وزارة الموارد المائية والرأي تنفيذ العديد من المشروعات للحماية من أخطار السيول بالعديد من محافظات الجمهورية لتوفير الحماية للمواطنين وحماية الطرق وخطوط الاتصالات والغاز والكهرباء وشار وزير الرأي محمد عبد العاطي لحدوث تفرة في معدلات تنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول خلال الأعوام الخمسة الماضية بمختلف محافظات الجمهورية حيث جرت تنفيذ 1054 منشأ للحماية منذ عام 2016 حتى الآن بتكلفة حوالي 4 مليارات و30 مليون جنيه